السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم الخبز المقرمش بالخميرة البلدية بنكهات مختلفة كي يجيزوين بزاف وممكن تقدموه في البلاطو ديال الفخوماج او تقدموه في البلاطو مع سلطة او ان شاء الله اللي بغيتو نشارك معكم كيفاش كنقدمو انا ان شاء الله خلوها ليه في تعليقات ونشاركو معكم باذن الله اه هنا اه الدقيق اللي غنتستعمل هو الدقيق القمح الرطبي يعني الفارينا استعملت ربعه ديال الاكواب ممكن تستعملو اه زوج ديال اكواب ديال الدقيق ديال الفارينا وزوج ديال الزرع اللي هو القمح الصلب يعني نص قمح صلب ونص قمح ارتب اه سافي وغدا نجمعها بكوبين تقريبا ديال الماء بقى اليهم غي واحد شوية غدا نوريه لكم ان شاء الله يعني انا كو كان عندي الزرع للزرع كي جيبنين كيبنن يعني كون استعملت هكدا يعني النص نص انا عندي غي هاد عندي غي الفارينا اللي بنو خالة ديالها هادي بالنسبة الاخوات اللي هنا ايا شريط تيب بالسان ساي كونت هانتو ما هاد شي اللي بقى على زوج ديال الاكواب سافي غدا نجمع العجينة ديالي غي غا نجمعها ما غاديش ندلكها وغادي ان شاء الله نزيد لها معلقة ديال الخميرة البلدية لانني مزربانش على العجينة لكن تزربانين اللي ها تقدروا تستعملو حتى ثلاثة ديال المعالق انا هاد الخميرة اللي بقى ليا غدا نزيد لي هاد دقيق ونخليها حتى نبغي نعجن مرة اخرى ان شاء الله بالنسبة ال هاد المقرمشات هادو تقدروا تكونوا عجنتو الخبز ديالكم عادي كيف مل عادة و تزيدوا ليها يعني تقطعوا من واحد القطعة وتزيدوا ليها الزيت البلدية باش كتزيد تبنن وكتزيد هذا كتزيد البلدية تزيدها حتى قرمشة ولدة سافي تقريبا انا زيت البلدية اللي استعمت هنا تقريبا نشي 4 كاس ديال اتاي يعني ديال زيت البلدية هنا غا نزيد المليحة ضروري ما تملحوها باش كي جوا بنانين هادو خصو يكونوا مالحين وهنا غدا نزيد شوية ديال ما باش ندوب بذك المليحة سافي وكن حاول ندخل ذيك المليحة سافي يعني هدا هو دليك اللي درت يعني ماشي شي دليك كنخليوها ترتاح كينشي انواع ديال الدقيق ما كيتحملوش دليك خليتها هنيا تخمر من بعد ما خمرات يعني تقريبا انا خليت هاش شي ربعات سوى يعني خليتها خمرات بزاف يعني بزاف ديال الوقت لانني فاش صباح غيد وستعكده مع الشغول وحتى العشية عد وجدته سافي كنقطعها هلا ثلاثة ديال القطع وانتو ما بالنسبة الناكهات كتنكوها كيف ما بغيتو يعني نكوه هاد الخبز هدا راه تيبقى مدة طويلة يعني سديرو فبوطة ديال الززاج والعلبة ديال تكون محكمة الاغلاق وكيتسدو عليهم ركيبقوه ما كيفيقوهش القرمشة ديال هن ومئين النكهات ركيتنكوه باش ما بغيتو انا واحده غادنا نكيه ها زعتر وو وزنجلان البيض ممكن استعمله ها الزنجلان اللي محمص قليل زعتر ما تكتروش بزاف باش مايجيكو مشمش سافيه يونا كهة التانية غادان نستعمل الفلفلة حلوه الفلفل هادي كان نيورة اللي كان نشوفها واحد شوية في الفرن وكان نطحنها وغدا ندير لها الحبة السوداء اللي هي السانوش صافين يعني غدا ندخل فيها عقدة مبدئيا وعاد تلخر وعاد غدا نخدم إن شاء الله العجينة مزيلا هنا هادا درت فيها النفع البلدي تقريبا معلقة صغيرة دي النفع البلدي وحتى السانوش تقريبا معلقة صغيرة وغدا نزيد له هاد لغان دو بافو لغان دو بافو بالعربية نسيت ليه بسمية تتكتبوا لبنات باش باش لي ما عرفوا مش بالفرنسية يعرفهم بالعربية نسيت اسمية ديال حبوب الخشخش حبوب الخشخش يعني ممكن تستعملوا النكهات اللي بغيتوا اللي توفرتوا علي داك شي اللي عندكم كل حاجات نكهوا باش ما بغيتوا مويم هاد النكهات هادو اللي استعملت أنا تتوتاو مع بعضهم كيجوا بنانين بزاف صافي وكن ناخد كل قطعة هنا ما غاداش نخليها ترتاح لانني خليتها خمرات بزاف يعني خمرت ليه حتى باش هكدا نيت يعني سبحان الله هتا يكون هاد الخبز هدا يعني كنت تمتعو بيه وفي نفس الوقت كيكون صحي يعني خمر مزيان صافي هنا كن خديت زد شوية ديالزنجلان يعني كل قطعة غدا نحاول نعود نزيد لها شوية من داك شي اللي استعملت لداخل فيها يعني النكهة باش نكهتها صافي هنا غنسرحوا مغي بشوية ديالزن شوية يدي بزيت البلدية وغدا نسرحوا مغي هكدا بيدي يعني ما غدا ندير لها ديالزنجلولو غدا عرققهم مزيان وكن نقرش بالزنجلان وفي هاد الأثناء راني سخنت الفران هدا ما غديش نعاول نخمرو مرة أخرى وإلا غديت نفخو وغديجو منفوخين بزاف كنشعل فران دا با سخنتو درجة ديال الحرارة ديالو ميتين وعشرين ما نفوتوش ميتين وعشرين باش ما يتحمرش لنا بسرعة يعني باش يتقرمش باش يجينا مقرمش صافي هنا غدا نقطعيني كل قطعة غدا نقطعها مختال فغي باش يكون شوية ديال اختلف يعني ممكن تقطعو الشكل اللي بغيتو هادو قدرو كيف قدت لكم ممكن تاكلو بهم هكدا يعني جبن البلدي لكتم صيبين جبن البلدي يعني ممكن يمشيو حتى معا إن شاء الله غدا نديلكم فيديو فيه يعني زبدات نباتية بالنسبة للناس اللي ما تيها يتناولوش الزبدة وغدا إن شاء الله نشارك معكم ندير لكم إن شاء الله واحد الفيديو مخصص فيه يعني مخصص بليسوس إن شاء الله حتى هما كيمشيوا مع هاد المقرمشة هادو تقدرو حتى تاخدوهم وتدهنوهم وتديرو فيهم هكدا شوية ديال الخيار من الفوق أو الزيتون يعني كيجو زوينين بزاف صراحة تقدر توجدوهم هكدا الضيف ديالكم أو هكدا في العشية مثلا تكونوا في الجلسات العائلية تقدر توجدوهم حتى مع الفقات المالح مثلا اللي كنت شاركت معاكم إن شاء الله نخلي لكم الرابط دياله أسفل الفيديو اللي كيجي زوين بزاف هنا هادو أنا يا لويسهم هكدا بهالطريقة هدي سفي هاد القطع هادو كلهم غدا نحاول اللويم هكدا سفي وقو المدة ديال الطهي تقريبا أنا أخدو لي عشرين دقيقة يعني على حسب الفرن ديالكم وعلى حسب حتى الدقيقة لأن بحل الدقيقة ديال الزرع ما شاء الله كيتحمر بسرعة بالمقارنة مع الدقيقة ديال الرطب إلا بغيتوا تزيدوا في العجينة شوية ديال العسل الممكن أنا ما بغيتش نزيد العسل تعمت إلا زدتوا العسل خاسكم تردوا معهم البل وتنقصوا من من المدة ديال الطهي لأنه غادي تخطفوا ليكم بسرعة يعني خاسكم تنقصوا حتى من درجة الحرارة يعني تديروا غير ميتين وتردوا معهم البل لأن هذا هو يعني إلا درتوا العسل غادي تخطفوا ليكم بسرعة يقدروا يجيوا ورطبين يعني خاسكم تنقصوا من درجة الحرارة على كلين كتجبدوهم على حسب يعني أنتم ما كيفاش كيعجبوكم إلا كيعجبوكم رطبين يعني راها مزيان أنهم يتخطفوا في التحمار إلا كيعجبوكم مقرمشين خاسكم تنقصوا عليهم درجة الحرارة ما تجهدوش بزاف الفران وحتى إلا جهتوا الفران تعاودوا تنقصوا في الآخير باش يعني مني يبنوا لكم تحمروا واحد شوية تعاودوا تنقصوا البطاء لدرجة الحرارة باش يتقرمشوا ليكم هناكي في شفتورة يعني بتلاتة يعني هاد النكهات هاد المقرمشات كلهم خاسكم تكوهم هكذا بالفرشات باش ما يتنفخوش ليكم يعني لما استعملتوش يعني الفرشات وتكيتوهم هكذا كيف ما شفتوني في الفيديو غادي يقدري يعني تنفخو ليكم سفي غاستمر بنفس الطريقة اعتقد نكملهم كاملين اتمنى ان شاء الله تجربوهم وتشاركو معي تطبيقات ديالكم كيف العادة وإلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة